طبعا السيارات في تطبيقات كثير منها زي الجولف كار يعني عربات الجولف دي كلها من زمان أصلا سيارات كهربية والنيو الكتريكال فيك الكأن هي برضو يعني السيارات بتاعت الجولف والسيارات اللي موجودة تمكن اللي في الحرم دي عند المسعى والسيارات دي كلها والعربات اللي أصلا جوا الحرم بيتنقلوا بها داخليا دي كلها عربات كهرباء هي في الآخر بطارية وموتور كهربي وبيسحب الفورميولة اللي احنا بنعملها دي في الدرعية ومشاكلها سيارات كهربية فالسيارات الكهربية مش جديدة لا ده هو بيتكلم على سيارات كهربية تبقى لليوزر للناس العادية على الطريق فهي موجودة تمام طيب طبعا في سيارات كهربية بدخل جواها الأوتوبيسات والشواحن يعني زي بتاعت بيبسيكو دي اللي شوفناها النهاردة دي دي تعتبر ترك يعني هي تعتبر العربيات بتاعت القطعمة مثلا بيسموها الفوت ترك تعتبر ترك بتاعت البيبسي ترك التلاجات بقى اللي هي بيستخدر عربية فيها تلاجة من ورا فده كله كتطبيق أنا ما يهمنيش بقى نوع العربية العربية دي مش عارف هعمل سيارة مش عارف سيدان هعمل سيارة جيب هعمل سيارة مش عارف بيكب كمام ده كله يعتبر في الأخير تطبيق أما المكونات الرئيسية هي بقى اللي بتفرق يبقى أنت كمهندس تبدأ تسأل الموتور هنا كام مش معقول موتور سيارة اكسنت زي موتور سيارة مثلا ليكزاس مش عارف كام دي موتورها كام حصان أو كام هورس باور ودي موتورها صغير طب دي بتعمل تسرع بكذا ودي تعمل تسرع بكذا طب الماكسيمام سبيد هنا كذا طب الفوتش كام تمام؟ فده كله لازم لازم تبقى أنت تحطه في دماغك في موضوع اختيارك للكنترولر أو المتحكم في هذا الموتور يعني من أحد الاختيارات المهمة جدا في الكنترولر تختار حاجة بيسموها الكنترول موت اللي هو التورك العزم كام نيوتن بين متر خدنا في المحاضرة اللي فاتت لازم تسأل الموتور ده بيديني التورك كام نيوتن في متر رحنا اخذنا العزم بيساوي القوة اللي هي الفورس في المسافة العزم التورك تي بتساوي اف في مين الدستانس في نيوتن متر طيب والسبيد السرعة ازرو في السرعة هل بيعمل تسرع سريع السرعة بتاعته عالية ولا السرعة بطيئة ولا أقدر أوصل من سفر المية كيلو مثلا في كام ثانية فبيسموها السرعة ساعات بيكتبوها اكسليريشن اللي هو التصارع وساعات بيكتبوها سبيد موت بعد كده الباور موت واحنا عرفنا الباور بتشمل الجهد والتيار والقدرة كام وات أو كام كيلو فولت أمبير أو كام حصان حسب ما هم كتبين احنا عرفنا المعلومات دي من أول محاضرة رحمد الله بعد كده الانترفيس المؤمنة لو انتم فاكرين في التشارجر لما جينا ندخل التشارجر في السيارة قلنا ان فيه كوميونيكيشن بتحصل من خلال فتحات الفتحات دي تمام في منها ار اس رو مائة خمسة وتمانين وفي منها الكان خدناها ارجع المحاضرة اللي قبل اللي فاتت في الكوميونيكيشن تمام خدنا الكان برضه تلاقي عبارة عن تسع أطراف كده بتوصل بين الموتور والكنترولر بتاعه من خلال حاجة بسموها كانت شانل دي كوميونيكيشن اللي هي الرأس بتاعة الفيش رأس الفيش يعني انت الكابل اللي هي رأس في الاخر ذكر في انتاية دي بيسموها الكان عشان اقدر اوصل بين الموتور وهي الموتور كنترولر ادي عندك الانفيرتر اوتبوت كام كام الاوتبوت بتاعي كام كيلوات البيك بتاعه كام اقصى قدرة فهو بيقول لي والله الريتد المتوسط بتاعه 90 كيلوات وممكن يوصل تمام انه هو لو انت ركبت عليه موتور لحد 180 كيلوات في الماكسيموم يمشي طب نوع التبريد بقى زي ما اخدنا المرة اللي فاتت تمام الكولينج نفسه حتى في الانزمة بتاعت الكنترولر بتاع البيمس بيبقى الباكج في الاخير تحت فيه نظام تبريد يا اما حطله مروح التبريد او حطله تبريد بمية تمام فهتلاقي هنا مثلا الشركة دي عاملة تبريد بالمية مسارات معينة كده تمام عشان تعمل تبريد طب الماكسيموم سبيد ممكن يوصل كام ممكن يوصل 11 او لفة في الدقيقة ده اللي هو الستين والبيك بتاعه 110 طب لو خمسين والبيك بتاعه 90 بيوصل اربعة تلاف وخمسمائة لفة في الدقيقة الجهود كام الجهود من تلتمية وستين لحد دايما الجهود هتلاقيه من كذا لكذا عشان يقول لك لو الله انت حطيت ربعمية ماشي حطيت خمسمية ماشي حطيت ستمية ماشي لحد ستمية وخمسين اقل حاجة ثلاثمية وستين تمام فانت لازم تعمل بيسموها ماتشنج او توافق بين الكنترولر والموتور اللي انت هتبدأ تتحكم فيه بدأنا نشوف بدأنا نشوف ان ال اي في موتور ديزاين تايبز هتبدأ تشتغل على شركات ببا انا حطيت النهاردة من اكتر الشركات اللي بتعمل كنترولر طبعا فيه شنيدر و اي بي بي وفيه شركات كتيرة جدا لان المواتير دي تمام فيه ابليكيشن ان انت بتستخدمها في ال اي في وفي حاجات تانية بتستخدمها في مضخات بتستخدمها في مراوح بتستخدمها في مئة الف حاجة فانت لو هتختار لعربية الكهرباء لازم تكتب ان الموتور ده تكتب اي في موتور يعني تكتب كده اي في موتور لان المواتير السيارات الكهربية ليها ريت معين ولازم لما تروح تبدل ترجع للداتاشيت بتاعت السيارة بتاعتك تمام يعني انا هروح للنسان ليف هشوف الموتور لما امتى تيجي تبدل مش هتروح تجيب موتور وخلاص تمام فكل موتور ليه ليه قدرة وليه سرعة وليه نوع يعني مثلا كل المواتير اللي بتبيحها الشركة دي اهي اي ام اللي هو المواتير الحسية تمام نوع التبريد في حاجات سيلف كولنج سيلف كولنج يعني هو بيعمل الجسم بتاع الموتور بزعانف اللي برا دي بشكل معين بحيص اصلا يحصل لها تبريد ذاتي ولا محتاج مية ولا محتاج هوا هو بتبرد بالهوا كده الجسم الخارجي بيعمل فيه فتحات وميول وكلام زي كده بيسموه سيلف كولنج تمام وفي حاجات بتتبرد بالمية بيبقى فيه واصلة كده زي خرطون تمام وبيوصل مع مصدر المية اللي موجود عندك حاجة زي الرادياتور كده صغيرة وبتبدأ تشتغل عليه تمام ففي حاجات تبريد مية وفي حاجات سيلف كولنج وفي حاجات بيسموها فورس كولنج فورس دي يعني ايه يعني تبريد زي يعني اجباري بيسموه بالمراوح بالفان او بالمراوح بتاعتنا وبعدين تعال نشوف كل واحد ليه عزم يعني انت عايز موتور عزمه كبير عشان نشد معك في الاول عايز موتور عزمه صغير وهكذا يبقى ده بيختلف حسب التورك نيوتن متر مهم جدا ان احنا نعرف البرامتر بس دي نيوتن متر كام اقصى سرعة يعني انت افرض الموتور بتاعك بيوصل لحد مثلا اتنشر الف لفة يعني ده ما ينفعش وده ما ينفعش وده ما ينفعش وده ما ينفعش ولا واحد فيه ينفع ده بس لان ده واصل لحد اتنشر الف وخمسمائة لفة في الدقيقة يبقى الموتور ده انت هتسلكته خلاص هو ده بتاعك ينفع يركب في العربية لان انت ممكن بقى كده في العربات الكهرباء ممكن تلاقي مواتير معينة تركب على السيارة بتاعتك بس تيجي توصفها او تبرمجها على الكنترولر ما يقبلهاش وده بقى قصة هحكي فيها قدام شوية حاجة بيسموها اوبين بورتوكول لان انت مش شرط مش شرط اخوانا ان انا جبت مكنة موتور وجبت كنترولر يعني افرض ان انا رح تلقيت الكنترولر او المتحكم بتاع اي بي بي ده غالي رح تلقيت شركة صيني بتبيعه بربع التمن وانا مركبه على موتور سيارة والموتور نفسه من شركة اي بي بي اركب الاتنين مع بعض مش هيشتغل لان في ناس بتبقى قافلة السوفت وير يعني ايه قافلة السوفت وير يعني هو بيبقى تاخد مني الكنترولر وتاخد مني الموتور هتجيب الكنترولر من مكان والموتور من مكان مش هينفع ومش هيقبل برمجة عشان الناس ما يقولكش ايه لا ده احنا بنولف احنا عندنا في مصر بقى ايه وهنا برضو بعض الاماكن كله بيقلف بقى يقولك ايه ده اعمل توليف اخد الموتور من هنا وخد المش عارف من الكنترولر من الناحية دي وركبهم مع بعض لو واحد فاهم وبيدخل جوا بقى في البرمجة ويعمل حاجة بيسموها كونفيجوريشن تمام ان هو يعيد برمجة ده لو كان بيقبل اصلا يعني انت ممكن تركب قطعتين على بعض ما يقبلوش اصلا ما يقرهوش ما يحسش بيه لو ما اقرهوش يبقى مش هينفع فدلوقتي اللي انا عايزة اثبته في المحاضرة دي ان انت ساعتك لما تيجي تشتغل على موتور لازم تاخد الموتور بالكنترولر بتاعه تاخد الموتور بالكنترولر بتاعه اللي بتركومنده الشركة اللي بتوصي به الشركة عشان ما تروحش انت تيجي العميل تركب له موتور من حتة وكنترولر من حتة وفي الاخر حتى لو اشتغل يحصل مشاكل تمام فالحتة دي مهمة جدا لي نحنا كناس فنيين وفاهمين فمهم جدا ابقى عارف قصة الكمبيتابيلتي بيسموها التوافق التوافق دي مهمة جدا طيب في هنا بعد كده هو كل كل موتور اهم حاجة فيه يعتبر القدرة بتاعته كباور كل طبعا ما القدرة بتاعتك هتكبر كباور بيكبر حجم الموتور بيزداد التبريد بتاعه بيممكن يزيد عدد اللفات بتاعته تمام مش شرط طبعا ان كل الموتور ما يكبر يبقى عدد لفاته اكبر يعني انت لو انت ملاحظ هنا مثلا المية الميت كيلو وات بيلفت نصر الف اما ده لان انا بعمل سبيد كنترول سبيد كنترول يعني ممكن الموتور يكون وزنه اقل في الوزن او حجمه اقل في الباورة اللي بتطلع والسرعة بتاعته اعلى وهو التكنوليجي بقى ماشية فين ان انت ممكن تقلل حجم الموتور وتزود السرعات بتاعته تلعب في ان انت والله تغير العزم يعني فيه تطبيق مثلا معين اريد ان نخلي العزم عالي والسرعة اقل او نخلي السرعة اقل والعزم عالي و هكذا فمهم جدا تبقى فاهم التوافق بين الموتور والتيحكم في الموتور سيمنز عامل موتور ومتحكم في الموتور اين بي بي شنايدر كل ناس كثيرها عامل الموتور والتيحكم في الموتور منهم الشركة اللي احنا بنشتغل عليها دي برده نفس القصôn الشركة دي هي متخصصة عند مواتير و شركة صينية طبعا طبعا أنا بعدت الشركات الكبيرة زي شنايدر وإي بي بي وحطيتهم على الجروب من شوية. هنا نفس القصة هو الماكسيمم آوت بوت باور خلاص دي بالكيلوات والماكسيمم سبيت سرعة بربليوشن بيرمينت والعزم التورك نيوتن بيرمينت وبع كده نوع الموتور. تمام. اللي هو آي بي ام تمام اس ام. اللي هو مين ده لو انت رجعت بقى آي بي ام ده اندكشن بيرمينت موتور. اندكشن. اللي هو الحسي. نوع من أنواع المواتير الحسية. طيب. وبقى كده الكولينج هو كله بتبرد بالووتر بالمية. حجمه كيبر شوية اهو. تمام. والابليكيشن دايما انت تشوف. يعني انت لو تشتري من موقع مثلا زي علي بابا مثلا. او تشتري موقع من اي موقع تاني. هل الموتور دي. اقول لك ده بيستخدم في الترك. يعني ده بيستخدم في الشاحنات. ده بيستخدم في موتور كار. ده بيستخدم في سمول باس. يعني دول خاصين بالاوتوبيسات اصلا. تمام معظمهم. ممكن استخدم في الهايبريد الكتريكال فيك الجنريتور. استخدم الموتور د ده. فانا كل موتور لازم يبقى له تطبيق. وبعد كده انت بعد ما سلكت ده. عالموقع بتاع الشركة. هتلاقي ده تشيط اكتر بقى ايه. للموتور ده بعينه. والكنترولر بتاعه. زي ما هم